إذن عندنا هذا النص سوف نقوم بالإجابة على هذا الفرد الثاني إذن أولا عندنا الشكل النص الشكل هذا هو النص سوف نقوم بقراءته وسوف نشكل الجملة الأولى التي كتبت بخط واضح مبين ثم نأتي لفهم المقرؤ عندنا الإسئلة عندنا فهم مقرؤ على عشرة نقاط عندنا أنسج جملة على غرار يعني تتضمن الكلمات كنت فيه بعدما أن أختار عنوان مناسبا للنص أستخرج من النص مرادف الكلمات التالية يبدأ المساهمون ترسخ مرادفات هذه الكلمات من النص ثم أتمم تعبئة خطاة تعائلة الكلمة تويز الما ثم خامسا إلى ماذا ذعى أبا أنير أهل القرية سوف نجيب من النص سادسا أذكر القيمة التي يرويجها النص سابعا أكتب الفكرة الأساسية للنص ثم أسئلة استرف والتحويل مصدر الفعل دعاء ونسية ثم نقوم بصريفهما في الماضي والمضارع والأمر حسب الضمائر المطلوبة وحاول الجملة التالية إلى المطلوب سقى الشجرة وجنة تمارة ضمير أنتم في الماضي وأنا في المضارع وضمير أنت في الأمر ثم السؤال ثلاثة أزين الكلمات التالية رابعا في التراكيب عندنا أتمم تعبئة الجدول الأفعال الخمسة أحدد لها الضمير المتصر بها وإعرابها وعلامة إعرابها الفعل تعداني وكي يباشره ثم أركب جملا تتضمن اسم من الأسماء الخمسة حسب المطلوب الجملة الأولى يكون فيها الإسم في حالة النص والتانية حالة الرفع ثم حالة الجر إعراب الجملة التالية إذا ساهمي في التعاون إذا ساهمي في التعاون الفرد الأول مدت اللغة العربية وقواعدها الإملاء عندنا أملأ الفراغ بما يناسب ابن وابنه وبناء ثم الجمل أنيرو أحمد حمو الدار الكبيرة إبراهيمي شيخ القبيلة يا وطن الحبيب أذكر سبب كتابة همزة فيما يلي شارك ابنه في التويزة ابن الجاري خالد أنت ثم عندنا هنا أكتب ما يمليه علي الأستاذ ثم التعبير الكتابي ضار حوار بينك وبين صديقك حول موضوع مساعدة الفقراء والمحتاجين أكتب ما دار في الحوار مبرزا عناصر الحوار وفي حدود عشرة أسطر يعني أكتب حوارا بيني وبين صديقي محترما عناصر الحوار حول موضوع مساعدة الفقراء والمحتاجين وبالتوفيق الجميع إن شاء الله إذا الآن التصحيح إذا بعد قراءة النص سوف نجيب على الأسئلة هناك أشكل العبارات والكلمات المكتوبة بخطن غليل اكتفينا بالجملة الأولى أو الكلمات الأولى وهي أن يرمم سقف قصبة بن حم شيخ القبيلة ثم عندنا فهم المقرؤ عندنا أنسج جملة على غرار يعني جملة تتضمن الكلمات التالية كنت في بعدما وأن هنا عندنا مثال كنت ذات يوم أراجع دروسي في الغرفة بعدما سمعت أن بعض المنازل قد انهارت بسبب الأمطار الغزيرة هذا جملة جميلة أختار عنوان مناسبة للنص النص فهو يتكلم على التعاون أو على التويزة أو ترميم سقف قصبة بن حم يعني هناك مجموعة من العناوين التي يمكن اختيارها ثانيا استخرج من النص مرادف الكلمات التالية عندنا يبدأ في النص مرادفها يباشر المساهمون في النص مرادفها المشاركون وترسخ عندنا في النص ارتسم يعني ترسخ في الداكرة ثانيا رابعا العمل سوف أتمم متعبئات خطأة عائلة الكلمة التالية وهي العمل إذن عندنا مثلا عمال عامل عمل عاملة خامسا إلى ماذا دعا أبا أنير أهل القرية دعاهم إلى ترميم سقف قصبة بن حم شيخ القبيلة هذا هو الجواب المطلوب أذكر القيمة التي يروجها النص وهي قيمة التعاون أو التآذر أو السلوك المدني يعني هذه هي القيم التي يروج لها النص التعاون والتآذر يمكن أن نقول المساندة أيضا قيم السلوك المدني قيم المواطنة يعني كل هذه قيم لها علاقة بموضوع النص أكتب الفكرة الأساسية للنص الفكرة الأساسية للنص هي تعاون والتآذر سكان القرية لترميم سقف قصبة بن حم شيخ القبيلة أو كمثال هنا العمل الجماعي والسلوك المدني العمل الجماعي والسلوك المدني أيضا هذه فكرة مناسبة للنص أيضا العمل الجماعي والسلوك المدني الآن سوف نمر إلى الصرف وتهويل عندنا الأفعال دعا ونسيا سوف نبحث عن مصدرهما ثم سوف نقوم بتصريفهما في الماضي والمضارع والأمر دعا مصدره دعوة نسيا نسيان في الماضي دعونا وهم دعوا أيضا هي تدعو أنتما تدعواني أنتما أدعونا نسيا المصدر نسيان نحن نسينا هم نسوا هي تنسى في المضارع أنتما تنسياني في المضارع أنتم أنسوا أنتنا إنسينا الآن أتي إلى ثانيا أحول سقى الشجرة وجنى التمارة ضمير أنتم في الماضي أنتم سقيتم الشجرة وجنيتم التمارة ضمير أنا في المضارع أسقي الشجرة وأجني التمارة ضمير أنت في الأمر أنت إسقي الشجرة وجني التمارة الآن أوزان الأفعال والكلمات الآتية عندنا أحدا فعلة ارتسمة افتعلة سقفة فعلة استعمالة استفعلة باشرة فعلة دولب فعلة الآن نمر التركيب عندنا أثمين تعبئات الجدول بما يناسب عندنا أفعال خمسة تعداني وكي يباشره الضامير المسند للفعل تعداني هو ألف الاثنين إعرابه فعله مضارع علامة إعرابه وحدف النون لأنه من الأفعال الخمسة عفوا تبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة كي يباشره أن لن إذن كي نعرف أبعنا أي أدوات نصب عندنا الضامير المتصل به وهو الجماعة بالفعل الفعل هو يباشره إعرابه فعل مضارع يباشر فعل مضارع علامة إعرابه هو منصوب بحدف النون يباشرون عندما أسنت لها كي أدته من أدوات النصب ثم حدف النون كي يباشروا ومنصوب بحدف النون أركب جملا تتضمن اسم من الأسماء الخمسة حسب المطلوب هنا في حالة النصب يعني اسم من الأسماء الخمسة سوف يكون منصوبا سوف يكون منصوبا يعني يمكن أن يكون مفعول به يمكن أن يكون مثلا اسم إنا حالة النصب هنا اسم إنا مثال جيد حالة الرفع يمكن أن يكون فاعل مثلا أو مبتدأ حالة الرفع صار أخوك مجتهدا حالة الجر يعني يمكن أن يكون اسم مجرون سلمي على حميكي حسن جدا الآن نأتي إلى الإعراب عندنا الفعل دخل أخوك الملعب الفعل دخلا فعل نماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره أخوك فعل فاعل مرفوع على مترفه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير المتصل في محل شر مضاف إليه الملعب مفعول به منصوب الآن نأتي إلى الإملاء نأتي إلى الإملاء إذا أنير بن أحمد كما نعرف بأن ألف ابن تحدف بين العالمين تحدف بين العالمين حمو ابن الضار الكبيرة هنا عندنا حمو لكن الضار ليست عالم حمو ابن الضار الكبيرة ابن إبراهيم نعرف بأن ابنه في أول كلام تبقى الألف يا ابن الوطني الحبيب بعد أداة النداء تحدف ألف ابن هنا عندنا شارك ابنه في التويزاتي هنا عندنا الألف جال ابنه بقيت لأنها لم تأتي بين العالمين ابن الجاري خالد أنت لأنه بعد أداة استفهام نعم أكلت أخرجت أشربت أكتب ما يملي علي الأستاذ هنا عام عمر بن الخطابي أمير المؤمنين وقيد عيد إذن هنا الهمزة صحيحة الهمزة على الوا والهمزة على النبر صحيحة أيضا نأتي إلى التعبير الكتابي إذن المطلوب منه هو كتابة حوار إذن يجب أن احترم المطلوب منه كتابة حوار إذن يجب أن احترم عناصر الحوار وهي علامات الترقيم عفوا النقطتين والعارضة العارضة تدل على كل المتحاور والنقطتان وعلامات التعجب وعلامات الاستفهام والنقطة كل هذه أشياء ومن عناصر الحوار أيضا يجب أن نحترم المطلوب المطلوب هو حوار بيني وبين صديقي حول موضوع مساعدة الفقارة والمحتاجين إذن يجب أن نحترم عناصر الحوار وأن نحترم المطلوب منه وأن نتكلم على مساعدة الفقارة والمحتاجين وبالتوفيق للجميع إن شاء الله